أغلى قماش طال عمرك رجالي هو الصوف الإنجليزي البيور كشمير يصل إلى ثمانين ألف ريال القطعة الوحدة ثوب ثوب واحد ثمانين ألف ثمانين ألف ريال هذه اللي وقفت عليها وصيفي صيفي لأصيفي القطن السويسري يعني مثلا نحن نجيب القطن السويسري لكن مو غالي ترى مو غالي ستمئة ريال كقماش كقطعة قماش ثوب واحد ثوب واحد ستمئة ريال خياط فصل كياب مئتين مئتين وخمسين يعني تتكلم مع الخياطة ثمانمية وخمسين ثمانمية هذا أغلى شي ثوب قطن طبيعي صناعة سويسرية لكن الياباني يتراوح أسعارها لماذا نخدم الياباني لماذا نصنعها سألت سؤال والله يا أخي محزن ترى للمعلومية أقيم مصنع في المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية وكلف أكثر من ثلث مليار أكثر من ثلث مليون وخسر المصنع وأغلق شي محزن يعني أنا أقول لك سوق غير طبيعي نعم استهلاكنا عالي جدا أكبر استهلاك بل بعض الدول لخلق نتاخذ منهم وليس يخسر زي هذا المحل والله في أسباب يعني كانوا يدرسون هذيك الأيام يعني تعاون مع بعض الرجال الأعمال وفعلا كانت أسباب منطقية طبعا في أسباب صناعية وتكلفة وفي أسباب تسويقية طرح أنت لما تدير السوق لابد أن تديره أنت من السوق وليس من المكاتب بس والله السوق هذا يعني فوق إنه يعني ضخم جدا طرح السوق مبروك الحمد لله